وَمِثْلُ الْعِلْمِ لَنْ تَلْقَى خَلِيلًا وَأَهْلُ الْعِلْمِ نِعَامَ الْأَصْفِيَاءُ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاء الله صلى على محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله لشيخنا والوالبيه والحاضرين والسامعين قال الإمام رحمه الله رحمه الله في مسنده عثمان بن عقفال رضي الله عنه قال الإمام رحمه الله حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا عوث قال وقد قد 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 حدثنا يسيد الفارسين قال أبي عمد بن حبل وقال وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوفر عن يزيد قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما قلت لعثمان ابن عفان رضي الله عنه ابن عفان رضي الله عنه ما حملت أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثال وإلى براءة وهي من المئين فقرنت بينهما ولم تكتبوا قال النجعفر بينهما سطرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك الطول ووضعتموها في السبع الطوال الطول نعم قال ووضعتموها في السبع الطول ما حملكم على ذلك قال عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي عليه الزمان ينزل عليه من الصور ذوات العدد وكان إذا أمزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده ويقول يقول دعو هذا في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآيات فيقول دعو هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآية فيقول دعو هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأمكان من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن فكانت قصتها شبيهة بقصتها فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظلنت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرات بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جعفر ووضعتها في السبع الطوال أيضا الطوال في السبع الطوال طيب هنا ماشي يقول ابن عباس قلت العثمان ابن عفا فيها الرجوع للعلماء المساة الوهم من ذلك فالرجوع للعلماء الأعلم فابن عباسته جمال القرآن لكن عثمان أعلم منه أيضا لابد أن أعلم بذلك وإن كانت الفضاء التخص لكن في الجملة عثمان أعلم من ابن عباس قلت له عثمان ابن عفان ما حمل لكم على أن عمدتم إلى الأنفال ويمن المثاني إلى براءة ويمن المئين فقرنت بينهما ولم تكتبوا هذه فيها دلالة على أن ترتيب الصور ليس توقفية ترتيب الصور ليس توقفية ترتيب الآية توقفية لا كلامة في ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في كذا وآية كذا في كذا لكن هنا فيها دلالة على أن ترتيب الصور هنا ليس توقيفي وكان بعضهم يقولون توقيفي وغير توقيفي وهي الظاهر فيها أن ترتيب الصور ليس ما كان توقفيا فيقول ولم تكتبوا قال ابن جعفر ولم تكتبوا هنا وسطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول ما حمل لكم على ذلك فقلت هنا أولا الرجوع إلى الأعلم ومراجعة المفضول الفاضل وشريطة الأدب مسألة تاني مهمتان نعم ففيها الأولى كما قلت الرجوع إلى الأعلم وقال عثمان بن عفان ولأن عثمان بن عفان كان السبب الرئيس في إيش في جامع القرآن يعني التخصص ورد في ذلك فهو الذي جمع الجمع الثاني تعلمون أنه جمع الجمع الجمع الثاني والجمع الثاني كان أهم من الجمع الأول الجمع الأول كان أساسا مثل مثل ما حدث مع عمر الخطاب رتب له أبو بكر وهيئ له الدنيا بأسرية حتى امتلكه أهل الإسلام بإذن الله يجل فيه أولاد ثم أيضا جمع القرآن ليتهيئ العثمان بن عفان أن يجمع الجمع على لغة كوريش فجمعهم على حرف واحد يعني أبوك جمعها على سابة أحرف في كتاب واحد فجاء عثمان فجمعهم كله الكل قلنا عليه على حرف واحد على لغة على لغة كوريش قال كل ما كان فيه خلاف فأرجع فيه إلى لغة كوريش وهو ما زال المصحف بايدين بالرسل العثماني لذلك احنا قلنا تشترط في الآية أربع شروط تفضل بسرعة يعني المفروض أنت درست ذلك في الجامعة أو درست ذلك مع الشيخ يعني لازم لو ما قلتش عضرابك لذلك مع الشيخ مم penalty حين أحبرا بحبدة مش缰د في الأعشن تحتصر مم دعم لا لا تقريب ما حنت درسته حرفه ولم ش他們 حرف right لا خبرين اللع رأدبي، نعم بتشوفเขا يا م ceram ده انت كنت بسيدي ده تقول لي كنت بذاكر. بذاكر وقل انا عشان امتحن. انت سقط? راسبوك? انا فاكر مفتيك. اخ مالك? ابو النوم. مفاقة ايه? موافقة. هالا حروفها رايحة في موافقة ثلاثة من عوسماني? صحة السند. صحة السند. ماشي? دول الثلاثة اللي انت حفزو. ممتاز. اي بقى صحة السند دي? طيب خلاص ومشهورة. هال مشهورة تكون تكون قراءة من القرآن? اه. 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 اهل الفن. اهل الفن قالوا ان الاصل في القرآن اللي انت خلو متوكرة وان كان معضة وجوهها مشهور مستفيد تمر. لا ما تمر. ما تمر. ده قرآن. ما تمر. ده صحيح. ده قرآن. ما تمر. نعم. لكن انت ممكن تقول شيء اخر بقى. خلط ما اتقنتم الباب ممكن تقول شيء اخر. مم. تكون احد في قراءة ومتوترة في قراءة اخر. احنا نتكلم على هذا. لو لو كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. المالكين ما اتخذوها. لما? للا لا 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 اتكلمنا فيه. اه نعم. فلذلك نحن نقول في الجملة لابد الكل يكون متوترة. ماشي. لذلك عثمان المعفان نعم. شوف شوف. اهل صنعة. في قصص معينة. في هذا الباب. القصص معينة. هذه بالنسبة لكتاب الله. لكلام الله جلال فالله. مفيش اي اخفصال فيه. بحلم الاحوال. ولو قلت الاهل الصنعة قابلوه. اقول لك اهل الصنعة لا ياخد بقولين مدام خالف التأصيل. تأصيل لا يخالف. ومعين ده كلام الله جلال فعلاء. القرآن. لذلك قلنا مسألة القراءة الشازة. هم قابلوا يعمل بها اقول الان. على نهاية. نازلوا بها حديث لقوله ما ما يصح العمل بها. بحلم الاحوال. لانا متكلم على القرآن. لابد شهود كلها تكون متوفرة. اقول اخوتي الكرام هنا عثمان جمع القرآن على حرف واحد. بتصنعوش كلامه هاد يضيقني. مستحلة. 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 يا ايه دل انت كبت لاشي. مين اللي قالك تجيبها باللبة. مين اللي قالك تجيبها باللبة. انا مستحلة. عريبا من انا. يا اخو بعض وامش يا الله. تكدادوا فينا اجدعان. تعا خد بقى قد خدها يا ناصير بس. يا ابني انت بتكتهت فينا يا ابني. هو ده اكتهت فينا. تمام تكده اما هو. قالك زيد. انت رح تجيبت له عميرة. مش عبيد. جيبت له عميرة. وبتخل. اذا نقول عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه ارضاه. اه كما قلنا. عثمان بن عفان رضي الله عنه ارضاه. والذي جمع القرآن على حفل واحد. لذلك ابن عباس راجع راجعه. فقال له لما فعلتم ذلك. قال عثمان ان رسول الله كان مما ياتي. آآ عليه الزمان. يعني ينزل عليه من الصورة. آآ الصور ذوات العدد. وكان اذا انزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده. يقول ضع هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وينزل عليه الآيات. طبعا نيذي اخذوا منها على عدم تسمية السورة بشيء فيها. يعني وورزهك انكر حجيات سورة البقرة. والصحيح انه ورد صحابا غريب السورة بتسمية شيء فيها هو سورة البقرة. قالوا هي انزل عليهم الآيات. فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وينزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة عبراء من آخر القرآن فكانت قصتها شبيهة بقصتها فقمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظلنت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما وأدي فيها الدلالة وضحة جدا على ما قلنا وش اللي قلنا وش اللي قلنا وش اللي قلنا لسه باحة لو لو ابحث عنه تعالى لي نورين لكن شنو شنو يعني جابها في هلاوة لكن جات دي لا أنا ترتيب بالآيات توقفي ضعوا هذا في السورة كذا وصورة كذا جات في هلاوة مع حضر وترتيب الصور ترتيب الصور ليس توقفي ترتيب الصور فيه تعملين إيه تحت رجلي في إيه اللي تحت رجلي تعملين إيه مين لحظة استغفر الله مين يحط تحت رجلي كده مين يبيعمل كده غفر الله لي ولك فقال القصة كانت شبهة بالقصة وجعلوا هذا مع مع صورة التوبة كأدنها منها يعني جعلوا الأنفال كأدنها منها فلم يفصل بينها بالبسملة وسبب سؤال ابن عباس لأن ابن عباس قد خالد فكر 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 وتذكر برين باشا ماشي هابي من المثال هابي من الميك لا هو سؤاله لأنه كان يعلم أن التفرق بين كل صورة واخرى ايش بالبسملة فهو سأل في هذا قال قال ولم تضعوا بسم الله الرحمن الرحيم يعني لم تفرقوا قال كنا نعلم انقضاء الصورة او ابتداء الصورة بايش بالبسملة ولذلك قال له هو رجع قال له ايش قال ولم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك وقال له يعني كأنه عثمان يشير أنها من الصورة فهو يقول لها اسم الصورة أن هذه من المثال وهذه من ايش من المين لكن هو بيقول لهم المعلومية أن الصورة التي تفترك عن الصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختمت الصورة أو افتتح الصورة كانت تنزل عليه البسملة لذلك قال نزلت عليها الصورة آنفا وهو يبتسم يضحك قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوسة إنه عثمان وضع هادي بجانب هادي والنبي ما قالوش ذلك أنت نايم يا ابن لسه مستخدم عثمان لم هو الذي وضع هادي الصورة مع الصورة وقال وجدتها شبيها قصته بقصته والنبي ما قالوش ذلك والنبي ما قالوش ذلك وأنه يضع فيه هات 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 لدلي الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورتب الصور ما فيش ولذلك هم نقول في هذه المسألة لأنه أنت أصل لو قلت الأصل أنه هو توقيفي كان الآية خلاص الآية ظاهر جدا في هذا الباب على التنكيس لذاك لما قالوا بتنكيس الصور قالوا أجوز تنكيس الصور لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذه فيها إشارة على أنها أيضا ليست توقفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ ابتدأ بالبقرة ثم سنة بالنساء صحيح ثم بعد ذلك آل عمران فلم يرتب فهي فيها إشارة أن التكديب هذا التوقيف لأنه ليس دليل ظاهر على التوقيف حقيقة ليس دليل ظاهر فلذلك ما نرجح بالتوقيف في هذا الباب وهنا عصمان بن عفان رضي الله عنه لما قال ذلك نعم بس أقر ما تكلم معينا الحديث هذا حديث تكلم فيه كثير مع علماء في هذا الباب على أنه منكر في هذا الحديث شاكل يقول هذا يزيد الفارسي إذا انفرض برواية برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهولا حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره وأذكر البخاري في الضعفاء فلا يقبل منه مثل مثل هذا الحديث ينفرد قال وفيه تشكيك في معرفة سورة القرآن الثبتة بالتواطر القطع قراءة وسماعا وكتابته في المصحف وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أول الصور كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه وحيشان من ذلك يعني هو بيتكلم على أن ضعف الحديث أيضا يكون نظرا لا سندا فقط وحيشان من ذلك فلا علينا إذا قلنا أنه حديث لا أصلا يعني الحديث أصلا حقيقة الأمر كل الذي فيه الذي أُنكر فيه ومن ها عفونا بجميلة عفونا بجميلة هو الذي أُنكر فيه في عداد المجرونين وقال فرض بالوقت وقال حافظ التقريب هو مقبول وهو غير عزيز بن هرمز الثقة واشتبع عليهم فيه الثقة وهو أصلا واحد يقول في ذلك أنه فقط مقبول الحافظ إذا قال مقبول في هذا الباب معناه معناه أنه إذا توبع ارتفع وإلا فويل ولكن الحديث دي معناه إيه معناه إيه ضعف ينجبر ولا ما ينجبر ضعف ينجبر فيقول لا أصلا له هو طبعا الشيخ أحمد شاكر دلل على ذلك لا إسناد دلل على ذلك أيش من وجوه الباب في مسألة السماعة والتسمية وغير ذلك يقول وقال حافظ الحجر في شرح نغبة في الكلام على أمارات الحديث الموضوع منها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقدا لنص القرآن أو السنة المتوترة أو الإجماع القطعي وقال خطير في كتاب الكفاية ولا يقبل خبر الواحد في منافات حكم العقل وهذا خطأ باين وهذا أيضا خطأ باين ما يأخذ به شيخ عم شاكر في هذا الباب يقول شوف الكلام يقول يقول ولا يقبل خبر الواحد في منافات حكم العقل إذا ثابت خبر الواحد فالعقل يجب أن ينزل تحته ولا يعرضه وحكم القرآن ثابت المحكمة السنة المعلومة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة وكل دليل مقطوعا به وفيما يضعف أئمة الحديث راويا الانفرادي بالواحد حديث منكر يخالف المعلومة من الدين بالضرورة خلاص إذا خالف المعلومة من الدرورة الكلام في ذلك ليس في شيء نقوله نعم هذا كلام صحيح قال أو يخالف المشهوم مع الواحد فأولى أن نضعف يزيد الفارس هذا بالواحد هذا الحديث مفردا به إلى أن إلى أن البخاري ذكر في الضعفاء وينقل يعني يحيى قطعنا وكان يكون قال قال أنه كان يكون مع مع الأمراء يعني التضعيف بالقرب من السلطان وذلك طبعا لا يضعف فصل يقول ثم بعدما كتابة ما تقدم وجدت الحفظ الحجر نقل في تفسير تفسيري في فضاء القرآن وجدت أستاذنا العلامة سيد محمد الرضا علق عليه في الموضعين فقال في الموضع الأول بعد كام على زي الفارسي فلا صح أن يكون منفرد به معتبرا في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر وشوفه في الترتيب النفس ويطلب فيه التواتر وقال في الموضع الثاني فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون وقته الذي انفرد بها مما يأخذ ترتيب القرآن المتواتر هذا عجيب عجيب وأصارة مع أن الرجل ضعف وليس ضعفا كبيرا يعني الضعف ليس ضعفا كبيرا هكذا كاد يوافق ما ذهبنا لي فلا عبرة هذا كل في هذا الموضع بتحسين الترميذي وتحسين الترميذي يطرح من أجل مسائل نظرية لا يقبل هذا في حال من أحوال الترميذي تعرفين من الترميذي وكام الترميذي وكيف الترميذي الترميذي أصلا الترميذي البخاري الترميذي من أنجب ترميذي البخاري في ظهار العلل والمذاب الفقية أكثر من البخاري قال قال العبرة بعد هذا كله في هذا الموضوع تحسين التلميدي ومتصح الحاكم وموافقة الذهب يعني أداد وقته تحسين التلميدي تصح حاكم موافقة من الذهبي والذهبي الذهبي هذا فحل الفحول في علم الرجال من المتأخرين في هذا الباب لكن حقيقة يعني تعقيبه واستدراكه على المستدرك كان صغير السن لكن كما قلنا واسع العلم في هذا الباب وإنها العبرة للحجة والدليل وإن الحجة والدليل أين الحجة والدليل في أن يقال بأن الحديث لا أصل أين حجة والدليل المسألة هو صراحة افترضت ما أرى الوزن فيها وزنا كبيرا في هذا الباب لكن هي على عوفرنا بجميلة ترجمة عوفرنا بجميلة لماذا قال الحافظ دائما بيقول مقبول في إيش في الذي قيل فيه مجهول وهو وذكر ابن حبان في السقاط مقبول هو ده بيقول فيه مقبول أغطول فإنما يقول مقبول لازم أحدا من اتنين تكون موجودة يزيد قال فيه مقبول عوف قال فيه مجهول يزيد الفارسي قال فيه مقبول وعوفنا بجميلة طب لاحظة بس وهو في عدات المجهولين وقد انفرق بالوقت وقال حافظ في التقريب مقبول لكما عفونا بجميلة يرجع بس يرجع فيها عفونا بجميلة أصلا هو اللي قال فيه مقبول عفونا بجميلة قال فيه مجهول ثقة رمي بالقدر وتشيئ لا ثقة كمان يعني ثقة انظر ويزيد ليس ابن هرمز شوف مقبول هل بقى الترجمة فيها هل بقى الترجمة بس وسع الترجمة شوي قال يزيد بن هرمز هو يزيد الفارسي عبد الله بن يزيد بن هرمز الذي يحدث عم المالك وقال وقال أنك ريحة بن سعيد القطار أن يكون واحد سمعت أبي يحكي عن علي بن المدينة قال جدرت ونحكي قول عبد الرحمن بن يدي أن يزيد الفارسي هو عبد الهرمز فلم يعرفه وقال كان يقول مع الكبراء وقال أولاء عمال الحمد لله عن يزيد الفارسي كاتب ربي دنار يعني بزياد وقال ابن أبي حاتب أيضا فسمعك أبي يقول يزيد بن هرمز هذا ليس بزياد الفارسي هو سواف أما يزيد بن هرمز فهو أولاء عبد الله بن يزيد بن هرمز وكان ابن هرمز لبناء الفرس الذين كانوا بالمدينة وجلسوا أبا دريرا مثل أبي السائب مولى إشام بن زهر ونضرائد وليس هو يزيد الفارسي ولذلك المزي قال يزيد غير يزيد ماشي قال إنما رأوا عن يزيد بن هرمز الحالة في أبي دباب وليس بحديث إني بأس وكذلك صاحب ابن أباس لا بأس بي قال ابن جنيد يا الحديث كله محتمل التحسين ما فيش يعني على ما قاله وعندك تحسين الترميدي وتصح الحاكم وموافقة الزهر لا لا يقف على هذا باب ونقول في هذه المسألة رجع ابن مسعود إلى كلام رجع ابن عباس لكلام عثمان بن عفان رضي الله عنه رضاه وقره على ما قال قال فقود رسول الله أنها منها وظلنت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جعفر وضعتها في السبع في السبع الطول أو السبع الطول الفائد المصمتة رضي الله عنك يا حمد على علم بالسؤال والجواب وهذه من أعظم أسليب التعلم أو التعليم بالسؤال والجواب مراجعة المفضول للفاضل طعا شهدت الأدب هذه تهدف ترتيب الصور يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم